في طريقهم للخروج فقط أما مسألة الدخول إلى محافظة تعز فقد باتت أمرا أشبه بالمستحيل إن لم يكن المستحيل ذاته فبعد إغلاق الميليشيا معبر غراب المنفذ المتبقي والوحيد إلى المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام تتقيد حركة الناس ويقف المئات غير هؤلاء في انتظار حظ العودة إلى منازلهم منهم طلاب يريدون الدخول للمدينة للانتساب في الجامعة وآخرون يحملون مواد تموينية وعلاجية وبحسب الشهود عيان توجد حوالي أربعين نقطة على بعد كيلومترات من هذا المكان وحاجز تفتيش للحثين تشكل جميعها طوقا على المدينة وتمنع فيها المواطنين من ممارسة حياتهم في التنقل وإدخال احتياجاتهم نحن نسمح بالخروج والحواثة يعني مغلقين الخط على الدخول إلى المدينة حتى المارين يضايقوا المارين أو المارة لا يملعهم يقنصوا عليهم بعد إغلاق المنفذ منذ أكثر من تسعة أيام يغلق أيضا شريان الحياة المتبقي للمدنيين المحاصرين في تعز ليبقى الحصار على هذه المدينة هو الثابت أمام فصول الحرب التي طالت وتشعبت ليظل أبناء تعز وحدهم من يدفعون كل يوم ثمن معركة الوجود في سبيل أن تبقى الدولة ترجمة نانسي قنقر